خبر بقى لنا هنا نيويورجن كلوب تصريح لجريدة ميرور ان هو عنده لاعب جامايكي هيبقى بديل محمد صلاح او هياخد مكان محمد صلاح اسمه ليون مش عارف ايه يعني لايب حتى محدش يعرفه او حاجة ويطلع بعديها بقى واحد من اساطير ليفر بول برضو اللي هو مايكل اوين في تصريح بيقول ان محمد صلاح اناني وان هو شخصيا مش مقتنع بيه طب ده على اساس ايه يعني على اساس ايه ان احنا بنتكلم احنا لو خدنا احصائيات ليفر بول مثلا هنلاقي ان احنا ان صلاح على اللعيبة الحالية فرقة ليفر بول الحالية اكتر لاعب مشارك في اهداف في الفرقة دي محمد صلاح نمرة واحد وبعدين مانيه صلاح مشارك في مية وسبعتاشر هدف احرز ستة وخمسين وصنع احرز ستة وتمانين واحرز الباقي ستة وتلاتين نيجي مانيه احرز مشارك في ستة وخمسين هدف مانيه صنع سبعتاشر بس يبقى مين هنا الاناني ولا مين ال يعني التصريعات دي طلع بونان على احنا طبعا معرفنا يعني محمد صلاح برضو الفترة الفات صرع ان هو مش مستريح في ليفر بول كانت ازمة حصلت كيه سريعا ان هو كان مطش بيلعبه في في الشامفينز ليك وكان اللعيبة الكوبار بتاعة الفرقة ما بتلعبش اللي هي ايه ترتيب الكابتن وكانت دور على صلاح ان هو يبقى الكابتن مادلوش طلعب امر كده من يورجان كلوب ان مش هو اللي يلبس الشارع يلبسها ارنود ارنود ده طبعا عنده الباك اليمين وعشر على العشرة بس عنده عشرين سنة اداله هو الشارع على محمد صفاتي لا محمد صلاح صرح قاله ان هو طبعا ايه بيحترم قرارات المدرب والحق دي كلها بس هو كان برضو عايز يبقى قائد فريق ليفر بول وهو الكابتن وهو برضو حقه وبنشوف الفرق الكبيرة كلها يعني مثلا ما ميسي من قبل من قبل ما يبقى دوره في الكابتن وعادة دي كلها من دينه الشارع الفرق كلها كريستيانو لان هو ده واجهة في البرتغال كان كذلك نفس الوضع طيب هنخلص بس الحتة دي فجي خد منه الشارع او ما اخداش منه يعني ما ادهلوش اداله ارنود جي المطش اللي هو ابتعى عن بارح اللي تلعب مع بيرني المطش ده كان المفروض الكبار ما بيلعبوش برضو المفروض محمد صلاح يبقى هو الكابتن يبقى بادئ كابتن قعدوا كلوب ما بدأش بيه جي كلوب بيتسئل في اللي هو التصريعات قبل المطش المؤتمر الصحفي بيقول له انت ما قعد صلاح مريحه هل هو للراحة عشان زحمة المباريات ولا مريحه عشان يعني فيه مشكلة او قلة التهديف او حاجة قال لا انا مريحتش حد قال انا الاحسن بيلعب يعني بيقول ايه على اوريجين انه هو ايه بدأ باوريجين انه هو اللي احسن فطبعا ايه فيه تخبط كده او فيه يعني هزي من من كلوب من ناحية على نتائج الفرقة اللي هي برضو الفرقة لو قسنا من الاحصائيات من 2015 لغاية دلوقتي ده اسوأ موسم اسوأ معدل تهديف اللي فرقول من 2015 لغاية دلوقتي وفي نفس الوقت اسوأ معدل لهم استقبال اهداف ان يا ليفر بول تستقبل اهداف من 2015 لغاية دلوقتي هو ده فطبعا ايه النتائج طبعا احنا برضو دي غلطة انه ما يبقاش للاربع مدافعين اتصابه سواء فاندايك او جومز او ماتب وباع لوفرين فبيلعب الاربع اللي هم خط الدفاع القلب الدفاع اللي بيلعب اللي هم اتنين ويقعد اتنين الاربع مش موجودين بيلعب طبعا ايه بنفس من نص الملعب بيرجحها فدي من الناحية على طبعا التخبط وبردو فيه كلام يعني دي بيني وبينكو برضو ان اصلا يورجن كلوب تقريبا في دماغه باصص على كورسي مدرب انجلترا مدرب المانيا انه السنة الجاية وعقده انتهي السنة الجاية الموسم الجاي عايز يروح يضرب المانيا ويورجن كلوب بيعمل حاجة في عقده كان هو بيعمل العقد بتاعه بشرط سبع سنين يعني عقده مع ليفر بول كان سبع سنين برضو عايز يعمل عقد طويل مع متاخب المانيا وفي نفس الوقت برضو واحد زي زي مثلا ماني عينه على عايز يروح مع كومان هو لعب مع كومان قبل كده في ساوس هامتون عايز يروح معاه في برشلونا في نالدوم عايز برضو كومان مكلمه من برشلونا عايزينه هو طبعا بيدروا بحكم الاتنين هولنديين وكان ماسك منتغب هولندا صلاح برضو ريال مدريد وبرشلونا بيغزلوه وانا في رأيي لو جي ريال مدريد او برشلونا يروح لان الفرصة ايه بيني وينكم ما بيجيش يعني الفرصة دي ما بيجيش لحد ولو جات ايه ده اخر عقد لمحمد صلاح وصالح برضو الليفر بول ان هو مش هيعلي عقد محمد صلاح وده طبعا فين العقد الجديد هيبقى اخر عقد عالي لصلاح بحكم بعد كبه هيبقى كسر التلاتين فايه بيبقى العقود في النازل اشتركوا في القناة